حدثنا أكيد لسه مستمر ونتكلم في ملابسات المباراة بالأمس كابتن حسين أنا معي بعض الإحصائيات للمباراة إن بارح نتناقش فيها أقول لما حضرتك سريعا بالنسبة للأهلي طبعاً ويهي الوداد نتكلم عن الاستحواز 63% للأهلي 37% للوداد 70% للأهلي من التزديدات الوداد 77% عندك الرقنات 4 هنا أربعة التمريرات 507 لنا 250 ليهم التمريرات الصحيحة منهم 417 لنا 759 ليهم تمام استحواز القرى وده الرقم فيه شوية يعني إلى حد ما توافق 779 ل776 يعني أنا التسلل عندنا 7 هنا صفر يعني خسارة القرى 52 مرة وهم 45 مرة يعني الأرقام بلغة الأرقام بتشوف الأرقام بعيدة بتشوف الأرقام بتدل على إيه هقول لحضرتك حاجة الاستحواز زي ما حضرتك بتقولي بنسبة كبيرة للنادي الأهلي وإحنا بنقول إن إحنا كمان إن إحنا ما كناش موفقين أو ما كناش بلغة القرى كويسين في المبارة ده معنى إن إن لو الأجواء كانت طبيعية والأمور طبيعية كان المفروض إن العملية تبقى أفضل وحسن معظم استحواز النادي الأهلي مبارح معلش لإن إحنا برضو عشان نبقى منصفين إن النادي الأهلي ما كانش في الحالة اللي هو نعرف عنه أو اللي هو النادي الأهلي الاستحواز كان في المنطقة الدفاعية بتاعتنا اللي هي منطقة زي ما إحنا بنقول التحضير إن إحنا بنحضر من تحت وهم كانوا سيبللنا الاستحواز دوت وكان عاملين زون سيبللنا التلتل الدفاعي بتاعنا ما كانواش بيضغطوا من بدري وغضبنا حضرتك زي فممكن دي نقول مثلا الاستحواز ممكن يبقى خدع شوي لإن إحنا معظم الاستحواز كان في المنطقة بتاعتنا بدليل إنه أولا مش محسوس أوي سنيا لم يسفر عن شيء يعني هم نص الاستحواز بتاعنا كان نسبة مئوية وبال 37% بتوحهم دور عارفوا يجيبوا جورين بالزبط كده إحنا أفضل فترات للنادي الأهلي اللي لعب فيها اللي كان المفروض إنه يبدأ بيها المباراة اللي هي نهى بيها العشر دقائق الأخيرة في المباراة للنادي الأهلي كان المفروض إنه يبدأ بالشكل ده إنه يضغط عليهم بشكل كبير لأنهما كانوا يحترمين للنادي الأهلي وده غصبا عنهم يعني إنهما يحترموا النادي الأهلي بشكل كويس وعرفوا إن النادي الأهلي لو ديتهم مساحات هتبقى الأمور بالنسبة لهم صعبة فهما لعبوا على الجزئية ديت فقفلوا كويس على أساس ما مبقاش في فرصة ورغم كده إحنا في الشرط الأول من المباراة فيه بعد الهدف على طول فيه كرة بتاعة ياسر إبراهيم اللي هي بالهيدرز اللي كانت الكورنر ديت فيه كرة بتاعة الطاهر اللي شاطها وجد في رجل المدافع ده في الشرط الأولاني اللي إحنا كنا برضو لسه مش عايزة أقول الرهبة بتاعة المباراة هو يمكن الجول اللي جاي فينا فالشرط الأول في الدقائق الأولى هو يعني ممكن يكون وطرنا شوبي حريك عايز تقول بالزبط زائد الأجواء اللي كانت قبل المباراة برضو دي ما نغفلش عنها الأسباب اللي دخلت اللعيبة بتاعة النادي للحالة دي يعني المفروض ان انت بتخش الأمور بتاعتك لو بتخش مباراة بتبقى الأمور طبيعية بس التاريخ